حياكم الله من جديد شكرا للزميل السلطان الشمسي على هذه الفقرة المميزة يعطيك العافية سلطان شكرا لك وشكرا للقائمين دائما يعني هذه رسالة الشكر لجميع القائمين على سوق الجبيل على الترثيب المميز والجميل وما شاء الله كل الخيرات متوفرة في هذا السوق متواصل معكم مشاهدين وانتقل إلى فقرة أخرى من فقرات صباح الشارقة وضيفة فقرتنا اليوم مشاهدين هي فنانة تشكيلية مبدعة أنتجت لوحات فنية مميزة وفريدة من نوعها تأثر خيال كل متذوق للإبداعي سعدنا الرحب مشاهدين بالفنانة تشكيلية مريم سالم النقبي راح تعرفنا أكثر على تجربتها الفنية الإبداعية في مجال الفن التشكيل صباح الخير حياة شاء الله معانا في صباح الشارقة صباح النور مشكورين أخويا على الاستضافة الجميلة والمميزة الله يحفظ يا رب وعافية إن شاء الله وسعدين بوجودة معانا مريم دائما أنا أحب أسأل الفنانين ضيوفنا يعني من الفنان التشكيلين عن البدايات لأن البدايات دائما لها صورة مميزة في ذهن الفنان كلمين عن بداياتك بداياتي من وأنا صغيرة أحب أني أرسم وألون على كل مكان أتشوفه وتعبت أهلي وأنا أرسم على اليدران كل مكان ومن كبرت يعني قمت أفهم أنا شلي قاعد أسوي وشوه الرسم فقمت أطور من نفسي وبديت بأول لوحة فنية كانت عبارة عن سفينة وبحر فشفت نفسي فيها وشفت بيئتي مدينة خرفكان الساحلية فيها فقلت أنا عندي الأفضل ولازم أني أطور هذا الشيء جميل جميل حلو حلو للأسان أني يستمد بداعة أو يتأثر بالبيئة المحيطة صحيح 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 فما شاء الله مدينة خرفكان مميزة بجبالها وبيئتها وبحارها فمن هذا المنبر أني أنا حبيت أبرز المدينة الجميلة بلوحات فنية فقمت أطور من نفسي الحمد لله الحمد لله يا رب مريم ما زلت يعني ترسمين لوحات خرفكان يعني خرفكان ما شاء الله اللي حين فيها سدر فيصة والرابي يعني كثير من الماكن الجميلة نعم ما شاء الله بس للحين صراحة لا ما بديت في أي معلم في مدينة خرفكان لكن إن شاء الله قريب إن شاء الله نتمنى نبغي نشوف لوحة لخرفكان ومعالمها الجميلة ذكرتي البداية كانت باللوحات والرسومات توقع الحائط في المنزل يعني لازم لابد لكل حائط نصيب في منازلنا منوحة صغيرة سواء كنا فنانين تشكيليين يعني ولا أي مهنة أخرى كلمنا على الأهل والدعم يعني مدى دعم الأهل صراحة لكل فنان ناجح صحيح ما شاء الله عائلتي تدعمني دايما دعمهم دايما لي ما أقدر أني ما أذكرهم في أي مكان هم اللي يشجعوني وحفزوني أني دايما أرسم وما أوقف هالشي كوني أني أصلا من عائلة فنية ما شاء الله يعني دايما يشجعوني وينصحوني أني أغير وأبدل وأعدل في اللوحات حتى وما وقفت الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله جميل نتكلم على التعليم مريم اليوم كيف الفنان يطور نفسه ويعلم نفسه يعني ليبدأ في لوحاته وفنون تشكيليين عشان يثبت يعني نفسه بلوحاته ويطور نفسه لازم الممارسة والاطلاع على فنانين إماراتيين حتى عندنا ما شاء الله وايد فنانين إماراتيين عندهم أسلوب مختلف ومميز في رسماتهم فالإنسان الفنان يحاول دايما يطلع ويمارس ويطبق عشان يقدر يعني يوصل للهو يبي ويكون عنده أسلوب مختلف عن غيره جميل كيف مريم كيف شفت يعني الفنانين في فنانين إماراتيين مطرب اللاحج عبدالقادر الرئيس بعد ما شاء الله وايد فنانين عز القبيسي وايد فنانين إماراتيين ما شاء الله تابعين أعمالهم يعني اللي تحرصين مثلا على زيارة معارضهم أو مشاركاتهم كيف تشوفينه وكيف تابعين أعمالهم من خلال المواقع الإلكترونية ما شاء الله مبدعين ودايما يظهرون لي كون أني أنا كون أني أنا يعني أبغي هذا الشي فدايما أطلع فدايما يظهرون لي مواقعهم الإلكترونية والجرائد حتى في التلفزيون يعني موجودين ما شاء الله ما شاء الله تابعين لقاءاتهم كيف تشوفين أعمالهم جميل جدا في فنانين عالميين أو رسامين أو فنانين تشكيلين أحب أتشوف أو أتابع الرسومات بانكوخ هو فنان ما شاء الله عالمي بس ما يعني ما أتشوف أنه وايدين بس فيهم وايدين بس يعني ما أطلع لهم كثر الفنانين الإماراتيين جميل حلو حلو الواحد يقتدي بفنانين الإمارات وذكرت انتي اسمهم ما شاء الله كبيرة ولهم أعمالهم التشكيلية الرائعة والمميزة وخصوصا الفنان مطار باللاحج ما شاء الله أعمالها كبيرة ونحن بعد عندنا يعني نصب جميل في هيئة شارقة الإعلام يحمل توقيع مطار باللاحج بنتكلم عن أيضا اليوم همية وجود معارض فنية ومؤسسات تعليمية وتدعم الفنان الإماراتي مريم صح خاصة في مدينة خورفكان في مركز الفنون في فرع خورفكان أنا انتدبت له وكانت أستاذتي سمية عزيز هي من اكتشفة الفن فيني والرسم فقامت تعلمني تكنيكات مختلفة وسلوب الرسم والتلوين الصحيح ومشاء الله مش بس في خورفكان في كافة الدولة والمعارض اللي قيموها جميل جدا حلو نتكلم عن المدرسة الواقعية أنت تنتمين لهذه المدرسة هل يعني مسموها واقعية هي واقعية من الواقع تأخذ من الواقع هي من الواقع كونها أن الإنسان أو الفنان يجرد حاسيسه ويجرد خيالاته فينقل الصورة الفنية كما هي دون زيادة أو نقصان فأنا أحب أني أتشوف الصور الفوتوغرافية وأحولها إلى لوحات فنية دون زيادة أو نقصان ولكن الفنان لازم يعطي لمسات لازم يعني يكسر الطبيعة بشوي بألوانه وتكنيكاته جميل ولكن ما يخلق فكرة أو قصة في الصورة ينقلها كما هي جميل وهذا معنات المدرسة الواقعية داما المسميات الفنية شوية صعبة يعني فن تجريدي والتشكيلي فيعني شوية الواحد يعني قد لا يفهم هذه المسميات ولكن هي لوش يدقق فيها شوية واضحة جميل قاعد نسترض الآن بعض اللوحات المميزة والجميلة على الهوى خلنا نشوفها مع بعض كلمينا أكثر عنها مريم أنا لوحاتي تعبر عن نفسها كون أني أنا أرسم دولتي وأبرز معالمها من الماضي للحاضر من بنيانها واللبس الشعبي كذلك بحارها وفضائها فأحب أن لوحاتي كلها يعني واضحة بدون ما أنا أوضحها وكون كل شخص عنده اسلوب وراي مختلف عن الآخر جميل إذن يعني مريم أنت تحسين هذا شيء اللي يميزش في مسيرتك؟ هي الحمد لله فأن كل لوحات يعني تميز عمرها وتعرف يعني تعرف عن نفسها لوحة بدون ما أطلق عليها أي شيء يعني أو حتى اسم أما تطلق يعني لوحاتك؟ لا لأن كل لوحة يعني تعبر عن نفسها ما يحتاج أحس أني أني أطلق عليها اسم حلو مريم كل فنان يعني حتى الفنانين تشكيين عنده يعني عنده نمط معين أو صورة يعني أنت ترسامها فتحبين في بعض الرسامين يحبون مثلا يرسمون أشياء معينة يعني أكثر شيء مني إلا مريم أو أنت بشكل عم تحبين ترسمين كل شيء؟ هو شيئين أحب أرسم البنيان كون الدولة ما شاء الله بنيانها جميلة والبرتري يعلمني أكثر يعني رسم البرتري في التلوين يكون غير يعني مثلا فيها مثلا ظلال إضاءة ويد حلو البرتري يعلم أكثر أحس عن أي شيء آخر الطبيعة ما حاولت مثلا ترسمي الطبيعة؟ رسمت هي أول لوحة وبس ما كنت هذه اللي شفناها نحن كانت ترسمين كانت أول لوحة هذه بأي عمر؟ تسع سنين تسع سنين أول ما بديت كان عمري تسع سنين وهذه أول لوحة بس ما شاء الله فيها إتقان يعني يعني بديتي محترفة ما شاء الله مريم تبارك الرحمن الخيل يعني رمز الأصالة العربي آخر لوحة هذه كانت هذه آخر لوحة هذه آخر لوحة مني قريبا مخلصتنها صح الخيل ترمز عن القوة عن الأصالة حتى ما شاء الله كل حد يمارس ركوب الخيل وفيها سباقات حتى فحبيت أني أظهر قوة وأصالة الخير في لوحة ثنية جميل جدا جميل لاحظت أنا مريم أن ما شاء الله الفنانين أيضا يرسمون لوحاتهم في الأماكن الخارجية يعني كلمين عن هذه التجربة وكيف اليوم يعني أن ما شاء الله الرسام يكون موجود في الخارج ويرسم بشكل مباشر من الطبيعة الأم جربت ما شاء الله جربت أني أرسم يعني في الخارج وحسيت أحلى يعني ما شاء الله حتى حصل دعم وتشجيع من أي حد يمر يا سلام يتشوفي يقولي يعني ممكن أصور متل بتخلصين اللوحة شو الأشياء اللي تستخدمينها فحبيت حتى يعني مثلا خاصة فصل الشتاء ما شاء الله عندنا الجوائد حلو صح والكل يكون برع فكل يتشوفني وكل يشجعني فحبيت أني أمارس الشيء برع يعني حتى مش مثلا مكان مغلق أو مراكز صح صح حلو يعطي يعطي الإنسان رياحية ويحس أنه قريب من الطبيعة وخصوص هذا ما يرسم شيء يعني شيء منظر أمامه مثلا فما يعطي هذا يعني التقييد أو القيود في مسألة أني نكون في مكان مغلق وقاعد أبدأ حتى ممكن الأفكار يستلهم أي أي فكرة مريم يعني لاحظنا يمكن بعد هذا شيء مشاهدين في الصور انتحاط المرسم في الخارج في لوحة جميلة فيها ورود كانت هذا الصقر في الحديقة وفي المنزل وأيضا شوف الصورة اللي بعدها في صورة أيضا كانت عبارة أتوقع على الكرنيش كانت يمكن كانت عند نوافير عند مدخل خور فكان عند مدخل خور فكان يعني هال الأماكن ما شاء الله الجميلة حلنا الواحد يشارك فيها في معارض شاركت بمعارض مريم لا شاركت بس مثلا من خلال المدرسة ومعارض أكسبه في خور فكان في أماكن بسيطة شاركت والحمد لله بعت لوحتين إن شاء الله أشارك في معارض داخل وخارج الدولة إن شاء الله يا رب إن شاء الله مريم بعيدة عن الفن أنت حاليا طالبة في كليات التقنية وفي تخصص مغاير عن الفن كلمين عن التخصص لا علاقة ولا أبدا؟ لا أبداً ما لا علاقة تخصصي علوم الأمن الإلكتروني والأنظمة الجنائية تخصص جداً مختلف عن الموهبة فقمت يعني عندي شوية صعوبة في التوازن كون أن التخصص مختلف تماماً عن الموهبة فلازم أني أركز على التخصص وما أترك حتى موهبتي لازم يكون عندي وقت لأني أمارس وأطور هذه المهارة فحلو إن عندي مجالين مختلفين تماماً يعني قد يكون الفن متنفس للإنسان من ضغوطات الدراسة وحتى العمل يعني يعني يجد مثلاً نفسه في مكان ما يفرغ طاقته من خلال الرسومات مريم أيضاً بعض الفنانيين والرسامين أنا أتكلم عن فن تشكيلي يعني ورسمه أحد الفنون التشكيلية بلا شك يحب يدمج مثلاً قطع من الطبيعة قطعة ملابس، فخار، جرة، مسبحة أو أي شيء يعني ملموس هل فكرت أو حابة مثلاً تنتهجين هذا النهج؟ أنا أفكر كيفت لوحات أستلهم منها الجرائد أني ممكن أعلق الجرائد على اللوحات بما أني أنا ألون بألوان زيتية نعم، فأحب أني أبرزها في لوحات الكنفس ممكن أني أرسم لوحة وأحط الجرائد أو مثلاً حتى مثلاً أني أرسم امرأة أو طفلة باللبس التراثي مثلاً أعلق مثلاً المجوهرات مجوهرات مرتعشة فبيبرز اللوحة أكثر يعطيها جمالية جميل، تحبين يعني الدلالات التراثية يعني حتى كمباني، تتكلمت تحبين ترسمين مباني مباني، هل تحبين ترسمين مثلاً وترسمين المباني التراثية، البراجيل عندكم ما شاء الله سوق شرق في خرفكان جميل المناطق القديمة هذه، يحصن خرفكان والله أنا عندي يعني أفكار أني أرسمها في لوحاتي لكن الحين ما طبقتها، ما شاء الله خرفك كان جميلة ومميزة بمبانيها والأشياء الموجودة فيها فإن شاء الله أني أحاول أني أرسمهم في لوحات فنية شو المواد الخام اللي تستخدمينها مريم في لوحاتك؟ أنا بديت كذا نوع من الألوان جربت الأكرالي والمائي والزيتي لكن حسيت الزيتي سهل أكثر بالنسبة لي بالدمج جمالية اللوحة تعطي جمالية أكثر فحبيت أني أستخدم زيتي أكثر وعلى لوحات كنفس تعكس جمال وشدة الألوان ووضوحها جميلة، أتمنى تشتوفيق إن شاء الله مريم شكراً على وجودك معنا اليوم ونتمنى إن شاء الله نشوف أعمالك فيه المعارض إن شاء الله المحلية إن شاء الله، مشكورين إن شاء الله، إن شاء الله، آمين، يا رب ويعطيكم العافية على هذا الله يعافي، شكراً لضيفتنا الفنانة التشكيلية مريم سأل منك بأكيد على وجودها معانا اليوم ومشاركتها أكيد تجربتها الناجحة في الفن مشاهدينا التهديئة وتسكين الألم هو طبعاً طريقة تخدير تستخدم على نطاق مواسع في الطب هناك أنواع وطرق متنوعة للتخدير من خلال هذا التقرير راح نتعرف مشاهدينا على التخديرين العام والموضع من خلال هذا التقرير من أعداد زميلة الأنوى في المرشد